استهداف ثاني يطال أحد مقار وزارة الدفاع الواقع ضمن معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب الاستهداف الذي تم بهجوم صاروخي أسفر عن مقتل خمسة جنود بينهم ضابطان وإصابة آخرين وفق حصيلة أولية يأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من الهجوم الأول الذي استهدف اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع أسفر عن سقوط قتلى وجرحا وفيما لا تزال التحقيقات الرسمية جارية لمعرفة من يقف خلف هذه الهجمات كانت مصادر عسكرية قد كشفت أن الهجوم الأول نفذ بصاروخ أمريكي يتم توجيهه بالأقمار الصناعية لا يدخل ضمن تسليح الجيش الوطني ولا تملكه ميليشي الحوثي وهو ما يضع علامة استفهام حول مصدر الهجوم ومنفذيه خاصة وأن الحوثيين لم يتبنوا العملية مراقبون ذهبوا إلى القول إن الهجمات الأخيرة تحمل طابع الهجمات الحوثية في وقت تسعى الميليشيا لتشكيل أوراق ضغط على الحكومة الشرعية والتحالف لتحسين شروطها خاصة في ظل تحركات السعودية الأخيرة الهادفة للوصول إلى صيقة اتفاق شامل مع الميليشيا آخرها تلك التحركات التي يقودها وزير الدفاع السعود خالد بن سلمان ولقاؤه بقيادات حوثية في العاصمة العمانية مصقف ترجمة نانسي قنقر